أحيت أوكرانيا أمس يوم حماة الوطن واحتفت بذكرى من سقطوا دفاعاً عن البلاد في الدمعس لهذه المناسبة زارت الوحود الرسمية والشعبية نصب التذكارية المخلدة لذكرى الجنود في خاركف وفي مقبرة القوزاق القديمة في دنيبرو كما أقيم معرض للمعدات العسكرية في البيب مزيد من التفاصيل في التقرير التالي تجمع أقارب ورفاق الجنود الذين سقطوا في شرق أوكرانيا بالقرب من نصب الجدار التذكاري في خاركف حيث أضيف إلى القائمة ستة عشر نصباً تذكارياً جديداً ومن ضمنهم نصب لتخليد ذكرى متطوعة خاركف الشهيرة يانا تشيرفونا ضابطة الاستخبارات البالغة من العمر واحداً وعشرين عاماً وبطل أوكرانيا سرهي ميخالتشو ذكرى سرهي خالدة أنا واثقة من أن الأبطال لا يموتون لأن الناس تمروا بجانب هذه الزهور والصور وتتذكرهم وتتذكر تاريخهم شيداً نصب الجدار التذكاري في خاركف منذ بداية الأعمال القتالية في دنباس ودفن هنا سبعون جندياً عدد القتلى يتزايد باستمرار ولكن اليوم في يوم حماة الوطن أقمنا 16 نصباً تذكارياً جديداً لأبطالنا وبطلاتنا في الفيف افتتح معرض في الهواء الطلق للمعدات العسكرية عرضت فيه أكثر من 12 سيارة تابعة للقوات الخاصة في الحرس الوطني الأوكراني أود أن أشكر جميع المدافعين عن أراضي أوكرانيا على حمايتهم لنا نحن نشكرهم جداً على شجاعتهم مشاعر الفرح ممزوجة بالحزن أنا مسرور للقاء أصدقائي من الجنود الذين حربت معهم كتفاً بكتف دفاعاً عن أوكرانيا وحزين لأن هناك العديد من الأصدقاء العديد من الجنود الذين قتلوا في الحرب بدأ الاحتفال بيوم حماة الوطن في دنيبرو في مقبرة القزاق القديمة حيث قام ناشطون محليون بنصب صليب كبير الصليب المرتفع هو رمز لأوكرانيا الصاعدة رمز للإيمان القوي أكوام القش التي تراها هنا هي رمز للأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من أجل مجد أوكرانيا كل قشة منها ترمز إلى شخص فقد سقط عدد كبير من الناس من أجل حرية واستقلال أوكرانيا بجانب الصليب وضع النشطاء حزماً من القش ونصبوا مرايا ترمز إلى ميلي شواهد القبور من حيل آخر من الضروري استعادة ذاكرتنا التاريخية وخويتنا الأوكرانية المنظمون يرغبون في لفت الانتباه إلى الأماكن الأوكرانية الفريدة والتي تختفي بمرور الوقت ويحلمون أن يزور كثير من السياح هذا النصب التذكاري التاريخي ذا الأهمية الوطنية اشتركوا في القناة